كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية عن أن أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها البرنامج منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس بلغ نحو 131 ألف أسرة المزيد في هذا التقرير 131 ألف أسرة سعودية استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية منذ مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضي بحسب ما كشفت عنه بيانات برنامج سكني التابع للوزارة والذي يأتي ضمن مجموعة برامج أخرى تقدمها الحكومة السعودية لزيادة نسبة تملك المواطنين وبحسب البيانات فأن شهر أغسطس وحده شهد استفادة نحو 22 ألف أسرة من البرنامج فيما بلغ عدد الأسر التي تسلمت منازلها بالفعل منذ مطلع العام الجاري نحو 52 ألف أسرة سعودية وبلغ مجموعة الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 21 ألف وحدة سكنية فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية عددها 30 قطعة أرض المستفيدون من خيار القرد العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري بلغ نحو 52 ألف مستفيد إضافة إلى نحو 28 ألف مستفيد من القرد العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل مستهدفا رفع نسبة التملق السكني إلى 70% بحلول العام 2030 يذكر أن الحكومة السعودية استهدفت في السنوات الثلاث الماضية معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين عبر زيادة نسبة تملكهم للمساكن إذن نتابع ذلك معنا من الرياض سيد ماجد أشالهوب وهو الكاتب المتخصص في الشأن العقاري وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أهلا وسهلا بك ودعنا نغف أولا على الملامح العامة لبرنامج سكني الذي استفادت منه بالفعل بخيارات سكنية وتمويلية حوالي 131 ألف أسرى سعودية قرابة الـ 51 ألف أسرى بالفعل سكنت ويبقى هذا البرنامج كيف تقيمون هذه الأرقام بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للاستضافة اليوم الوزارة الحقيقة قاعدة تقود حراك قوي جدا مع شركائها في القطاع العام والقطاع الخاص اليوم هدف 2020 كتحول اليوم أنه نحقق أو نقفز بالنسبة التملك من 4 إلى 60% رؤية 2030 القفزة بإذن الله ستكون إلى 70% أنا أعتقد اليوم الوزارة قاعدة محاولات حثيثة جدا في هذا الموضوع أخذ بالحسبان الجودة في السكن التحفيز المطورين لتحقيق هذه الرؤية أيضا اليوم أنا أشوف أن الوزارة خطت خطوات جدا جبارة في تسهيلها العملية من خلال الانسجام بين الوزارة وبرامجها الرقمية والخدمية التي قاعدت يسر من هذا الأمر نعم سيد ماجد البرنامج السكني يقوم وفق مسلث يعتمد على حاجة الناس إلى السكن بطبيعة الحال ورغبتهم في ذلك وقدراتهم المالية يعني والعمري هي معادلة صعبة ببعض الشيء إلى أي مدى نجح البرنامج في فك شفرتها وفق هذه المقاومات التي ذكرتها والله أنا أشوف بالنسبة طبعا للموضوع الشفرة تقصد فيها التمويلية خلال ستشهر اللي راحة أنا أشوف الصندوق العقاري كان أوقاد حراك كبير جدا مع مؤسسة الناقد ومع الجهات التمويلية لوضع هيكلة مالية لتسهيل هذا الأمر أعتقد أن نجاح شفنا رقام جدا جيدة الوزارة تمشي في خطأ جدا سليمة الجميع مستفيد مستفيد المنتج السكني أو المستفيد المنتج السكني يستفيد مارك العقاري يستفيد الجهة المولة قاعدة يستفيد اليوم الدور اللي أخذتها على عتقها أو أخذ على عتقها الصندوق كان فعلا مميز وعطاها نتائج جيدة خلال ستشهر اللي راحة أنا أقول التحدي اليوم اليوم قاعدة الأرقام جيدة وظهرها أمام الناس بس اليوم التحدي الناس اللي ما تقدر تستفيد من هذا التمويل سواء من في شركات غير معتمدة عليه بعض الالتزامات أو غير نقول بمعنى صح أنه غير مؤهل للاستفادة من هذا المنتج هذا التحدي الكبير اليوم من الوزارة أن نتحاول التغلب عليه وأنا أعتقد أنه خلال الربع الرابع من هذه السنة سيكون هذا الأمر محلول نعم سيد ماجد هل ثمت إنعكاسات على القطاع السكني وقطاع العقار وهو قطاع كبير حيوي استراتيجي في المملكة هل ثمت تأثيرات لهذا البرنامج على هذا القطاع؟ تأثيرات برنامج سكني بهذا الشكل على القطاع العقاري برمته في المملكة قطاع الإسكاني يعني بعيدا عن برنامج سكني هناك قطاع كبير ممتد استراتيجي في المملكة نعم أنا ذكرت لك من شوي أنه كان تأثيره جدا واضح على مالك العقار وعلى المستفيد وعلى الجهة التمويلية صار في حراك كانت جدا واضح العيان اليوم أنا أشوف أن الوزارة تبحث إلى أكثر من موضوع الآن العالم قاعدة تستفيد أو المستفيدين اللي اليوم متوجه لها الوزارة لخدمتهم اليوم يجب أن يستفيدون بس أنا أعتقد اليوم أنه حل موضوع الناس الانبانكبول أو الناس اللي غير اللي لا تقدر اليوم تستفيد من هذا التمويل التركيز على موضوع جودة الحياة وفي المباني وفي الأحياء السكنية اليوم هذه برضو لا تقل أهمية عن برامج الوزارة والحرصة صحيح هذا الشيء يقود إلى سؤال مهم سيد ماجد هناك حديث أحيانا يعني يكسر فيما يتعلق بثقافة السكن نفسها لدى المواطنين في السعودية البعض يقول بأن تحتاج إلى مراجعة كيف تنظرون إليه؟ هل بالفعل هذه المزألة مقلقة وأن هناك ضرورة للتوعية بتغيير ثقافة السكن؟ ضروري جدا في أي حاجة مش فقط في العقارة التوعية مطلوبة قبل الإقدام على أي مشروع بس أنا أشوف اليوم أنه فعلا الثقافة اختلفت الناس بالنسبة لإحتياجاتها في موضوع المسكة اليوم تغيرت أكثر تقبلا صار اليوم حرصه مش فقط أنه اليوم مش توفر لي من الغرف صار حرصه على الإيريا كاملة أو على المنطقة كاملة اليوم يبحث عن جودة حياة على مشاريع مكتملة الخدمات على أنسنة أنا أعتقد أن اليوم هذا الشيء أنا بالنسبة لي يعتبر هاجس وأتمنى أني أراه قريبا أنه يكون في أنسنة الأحياء السكنية تقودها الوزارة بإذن الله جيد أسعار الوحدات السكنية هل هي في المتناول في تقديرك كيف تقيمونها والله أنا أقول اليوم إذا في عندك وحدات من 250 ألف إلى 750 ألف أنا أعتقد أنه جدا مناسبة لهذه الشريحة أو للشرائح المستهدفة الأكثر اليوم عندنا موضوع البناء على الخارطة أو الشراء الشراء على الخارطة أو الفلل طبعا بناء المخططات أمام عيون الناس اليوم تعطي مصدقية أكبر جودة أفضل يحق لليوم أن يشوف في الأخير الجاهز اليوم في السوق هو مخزون سينتهي الثقافة الجديدة اليوم التي تحاول تصنعها السوق والتي جميعا نحن معاها حتى في موضوع التوعية وكذا كلنا نتفق في هذا الموضوع أنه نحتاجه ضروري أنه اليوم مسألة الشراء على الخارطة هو الحل الدول العالم كلها طبعا وجدت أنه أو غالبية الدول العالم أخذت هذا كحل في حلها الأزمة أو اللي هو طبعا البيع على الخارطة فأنا أعتقد اليوم أنه الثقافة يجب أن تتغير وهي الآن في طورها للتغيير بس طبعا التحدي اليوم أنه لازم الناس تشوفها على أرض الواقع ويكون فيها الاقتناع وتكون هي الحل السحري فيها طبعا أنا أشوفها أشوفها مميزاتها من عدة جوانب من الناحية الاجتماعية اليوم وخاصة إذا فعلا اليوم نسمع كلام كثير للوزارة كيف جهودها في موضوع التحقيق جهودة الحياة اليوم أنا قاعد من الناحية الاجتماعية أحقق مستوى عالم جوة الحياة على من الناحية الاقتصادية اليوم أنا قاعد أوطن صناعات وتقنية بناء جوانب بصراحة كلها مفيدة في هذا المجال أنا أتمنى أنه فعلا نتسارع في الاستجابة مع هذا المنتج أشكرك ماجد الشلهوب الكاتب في أشأن العقار عضو لنيا الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية شكرا إذا سمحت لي أستاذ الكريم إذا سمحت لي بس في نقطة جدا مهمة اليوم في فئة مهمة اليوم في المدن الرئيسية زي الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية قياسا برواتبهم أعتقد أنهم يحتاجون اليوم لمنتج جديد الذي يستطيعون شراء الفلل أو الوحدات من مليون ونص أو من مليون لمليون ونص أعتقد أنه في منتج جديد سيعملون بالحسبان وأتمنى ذلك في نقطتين جدا مهمة اليوم اللي هي الناس اللي ما تستحق أو ما تقدر اليوم أنها تستفيد من هذا المنتج خلال إن شاء الله من السنة الربع الأخير هذا سيكون في لهم حل وبالنسبة للي يبحثون على الاستفادة وعندهم القدرة المالية أيضا أعتقد أنه على نهاية السنة بإذن الله سيكون لهم حل شكر ومقدر استضافتك الكريم أنا أشكرك وهذه المعلومات الأخيرة هدف في الوقت الإضافي أنا أشكرك سيد ماجد شلهوب الكاتب في أشان العقاري عضو الأنية الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك